اشتركوا في القناة مواد بنائها القوية والخفيفة الوزن تجعلها تنقلكم بأمان إلى أي مكان تنون الذهب إليه سيرا أو جاريا هيكلها الألومنيوم سيضم الأجهزة الإلكترونية للمركبة يمكنه تحمل قوة استضام تساوي ثقل ثلاث سيارات كبيرة بواسطة مكبس يركب العامل مقارن بمحركين هذه المقارن ستصل المحركين بعلبة السرعات لاحقا لأسباب تتعلق بالسلامة العامة فإن أغلب أجزاء المركبة تكون مزدوجة عادة تتشارك المهمات بالتساوي ولكن أي جزء من الأجزاء المزدوجة سيشتغل وحده إذا تعطل أحدها هذا ما يسمى في علم الصناعة بالوفرة بواسطة ثلاثة مسامير الأولبية عند كل جهة يركب المحركان داخل الهيكل المعدني ثم تركب لوحتات حكم في الطرف العلوي للهيكل معالجات مجهرية في هتين اللوحتين تتحكم في المحركات ثم تضيف مجموعة استشعار التوازن وتتضمن خمس أدوات حفظ توازن جيروسكوب ومركبين هما مستشعر الإمالة السائلان هذه الأجهزة تقيس وضعية المركبة بالنسبة إلى الأرض الوحو التحكم تتفحص عمل هذه الأجهزة مئة مرة في الثانية وتعدل المركبة بتدوير العجلتين إلى الأمام أو إلى الخلف حين يميل الراكب في هذا الاتجاه أو ذاك ثم تركب مجموعات الأسلاك المسمات عدة الأتقم وتوصل بطارية المركبة بعمود التحكم غيطاء الهيكل المعدني يتضاعف مع صفيحة معدنية أرضية للوقوف فيها حين تقفون فوقها فإن وزنكم يضغط على أربعة أزرار مطاطية تعطل رافدة بصرية على اللوح الموجه يخبر المركبة أن فوقها راكبا ثم تركب أتقم الأسلاك بوسطة ثمانية لوالب عبر فتحات في الغيطاء ثم توصل الأسلاك بمحول كهربائي عند قاعدة عمود التحكم يستخدم المحول الكهرباء المنزلية لإعادة شحن البطاريات داخل علبة السرعات أربعة من التروس تنقل الطاقة من المحرك وتدير العجلتين أسنان التروس مقصوصة بزاوية لتعشق تدريجيا وبطريقة لطيفة فيبقى ضجيج المركبة أقرب إلى طنين منخفض تثبت العاملة بإحكام علبة التروس بالهيكل بوسطة مطرقة خشبية ثم تفتح سيدادا مطاطيا وتوصل بالقابس كابل المركبة المعزول تفحص الشبكة الكهربائية للتأكد من اتصالها بالأرض وعدم وجود دارة قصيرة ثم تستخدم خمسة لوالب لتركب أحد الرفرفين البلاستيكيين محور معدني مستدق الطرف يصل كل عجلة بعلبة تروسها ارتفاع العجل يقارب ارتفاع إطار دراجة صغيرة لكنه أعرض بثلاثة أضعاف حشوة مطاطية ومعدنية مقولبة تغطي الصفيحة الأرضية وتطبق في مكانها على الرفرفين معا بعدما تقلب الهيكل يوصل العامل بطاريتين بلوحتي التحكم حين تصلون البطاريتين بمقبس الجدار يعد شحنها بعد ثمان ساعات تقطع المركبة ثمانية وثلاثين كيلو مترا في الشحنة الواحدة حسب طبيعة الأرض هذه الآلة تفحص أزرار الراكب الكاشفة باستخدام ضغط في نموذج عشوائي يجب أن يزن الراكب والحمول 45 كيلو جراما على الأقل وشرطة لا يتجاوز وزنها 118 كيلو جراما كما تفحص الآلة عمل العجلتين والمحركين لاحقا مقود دراجة فوق عمود الإدارة الموجه للقيادة تديرون المسكة اليدوية يسارا أو يمينا يستجيب المحرك بتشغيل عجلة أسرع من الأخرى ويمكنكم إدارة العجلتين باتجاهين مختلفين فتدور المركبة على محورها مفاتيح الإشعال المزودة برقاقات إلكترونية تحصر سرعة التنقل 16.29 كيلو مترا في الساعة كما تعطي المفاتيح التعليمات للمركبة بتنفيذ عطافات بطيئة أو متوسطة إنه وقت المرح يأخذون مركبة على حدى لاختبار قيادة يصغي الفاحص إلى أية أصوات غريبة ويفحص الاهتزازات الصادرة من علبتي تروس يلمس مدى سرعة استجابة أجهزة التحكم ودرجة الاعتماد عليها إنها مصممة لتقهر منحدرات ذات عشرين درجة انحدارا حسب الاحتكاك الالتسقي بالأرض والوزن المحمول على متنها تنزل عن حفة الرصيف بكل سهولة فقط بعد اختبار القيادة الشام لهذا تصبح المركبة جاهزة لرحلتها الحقيقية الأولى